هي الأرقام بتقول ومن خلال موقع ترانسفير ماركت المهتم بالقيم السوقية للعيبة ومن ثم للأندية الأرقام بتقول إن الأهلي مع صفقة ريدا سليم قفز للمركز الأول كأكثر أندية أفريقيا في القيم السوقية بتاعتها كان سندونز متفوق الأهلي أصبح حاليا قيمته السوقية 34.68 مليون 34.68 مليون يورو سندونز 38.78 مليون يورو يعني الآهل 34 وده 30 وضعا في الاعتبار يا صار زبراهيم إيه؟ إن خارج من عندك لعيبة محترفين أه طبعا زي بيرونو سابيو والتربواليا ميكسوني أرلاندو بيرتس بعد كده ثم الوداد المغرب الرابع بيرامدز على قد ما بينفقه على قد ما عنده كوالت شوية للعيبة سعرهم غالي لكن بيرامدز في المركز الخامس بـ 19.63 مليون يورو أحد يقولك إزاي تصرف كتير وقيمة التسوقية كده الفارغ بين ما تنفقه والقيمة التسوقية ده موضوع تاني يعني أنت ممكن جدا الكوباية دي تمانا كده بس أنت تدفع فيها أكتر من كده لأنك وقتها محتاجها أي واخد بالك إنما قيمة التسوقية كده بالظبط فقيمة التسوقية ده موضوع مختلف أنت عن القيمة بتاعة اللعيبة اللي عندك أغلى اللعيبة عندك قيامهم كام التراجي التونسي بعد كده متساوي شوية مع بيرامدز في 19.5 الشباب بولوزداد بعد كده بـ 12.60 النجم الساحلي بـ 10.50 شباب قسنطينة الجزائري 5.35 بيترو أثلتكو الأنجولي بـ 53.53 من 100 دول العشرة الأوائل في القيمة السوقية للأندية الأفريقية أعتقد واضحة جدا القيمة السوقية للنادي الآلي وده بيعكس حجم الكواليتي أو مستوى للقيمة والكفاءة والنوعية بتاعة لعيبة الأهل اللي ليهم هذه الأسعار المهمة جدا يعني أنت تتلم عندك كمان الناس حمد فاتحي بقيم تسوقية عالية أيضا